السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية تالت اليوم رح نكمل ان شاء الله تقريب الاعداد وتدويرها اخذنا كيف نقرب الاعداد لأقرب عشرة رح نكمل وناخد تقريب الاعداد لأقرب مئة اوليش خلينا نتذكر مع بعض كيف نقرب الاعداد لأقرب عشرة حكينا خطوات الحل طبعا خطوات الحل مش مطلوب تحفظها انك بس تفهمها لان انا ما بجيب الامتحان حفظ انا بجيب انه كيف الطريقة الخطوات انه كيف بنعمل تقريب الاعداد نبلش بالعدد 42 عند العدد 42 بدي اقرب لأقرب عشرة اول اشي 42 اول خطوة حكينا من حدد منزلت العشرة اذا بدي اقرب لما لأقرب عشرة بحدد منزلت العشرة هاي العشرة بتطلع على العدد على المنزل اللي قدام هي منزلت الاحد بحكي الاثنان من الاعداد البخيلة ولا الاعداد الكريمة حكينا شو هي الاعداد البخيلة من صفر لاربع والاعداد الكريمة من خمسة لتسعة البخيل ما بيعطي الخمسة الكريمة من خمسة لتسعة أعداد كريمة إذن العدد تنين من وين؟ من الأعداد البخيلة بيموت وما بيعطي بيصير صفر والأربعة بتنزل زي ما هي لأنها ما أعطتها نشوفي العدد اللي ورع سبعمية وخمسة وثلاثين أول خطوة بعملها بحدد منزلة العشرة أحد عشرات إذن حددت منزلة العشرات بتطلع على العدد اللي قدامها منزلة الأحد إذن العدد خمسة بيعطي ولا ما بيعطي إذن بيعطي بموت وبعطيها واحد قبل ما يموت إذن الخمسة بتصير صفر والثلاثة بتصير واحد لأنها أعطتها والسبعة بتنزل ما إليش دخل بالأعداد اللي يسارها إنا إلي دخل بمنزلة الأحد طيب نتطلع على 3525 حكينا إذن لأقرب عشرة بدي أحدد منزلة العشرات اتنين بتطلع على يمينها على أول عدد الأحد منزلة الأحد عدد بيعطيني ولا ما بيعطيني 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 لأنه كريم من الأعداد الكريم بيعطيني واحد وبموت وبصير صفر وبيعطيني واحد قبل ما يموت تنين زائد واحد ثلاث خمسة ثلاث طيب 1221 أول خطوحة كنا بعملها بحدد منزلة العشرة وهي التنين بتطلع على الواحد منزلة الأحد بيعطي ولا ما بيعطي كريم ولا بخيل بخيل بموت وبيضل الأعداد زي ما هي لأنه ما أعطاها واحد ما سارش عليها تغيير طبعا الأعداد اللي ورا منزلة العشرة ما بلعب فيهم بنزلهم زي ما هم 1799 طلعوا على هاي هاي بدنا شوية نضقق فيها عندي بدي أحدد منزلة العشرات منزلة العشرات هي التسعة العادة اللي قدامه برضو تسعة بيعطيني من الأعداد الكريمة بتموت وبتعطيني بتموت بتصير صفر وبتعطيني قبل ما تموت بتعطيني واحد طيب تسعة زائد واحد عشرة بتقدر إنه منزلة العشرة تحمل منزلتان لا ما بتقدرش إلا تحمل منزلة واحدة بتروح بتصير عشرة بتعطي اللي وراها الواحد سبعة زائد واحد تمانية والواحد بينزل زي ما هو أرجع عيد هلا التسعة منزلة العشرة تحددت منزلة العشرة بتطلع على العدد التسعة هو الأحد هو إيش من الأعداد الكريمة بيعطيني واحد بموت قبل ما يموت بسير وبعطيني واحد التسعة زائد واحد عشرة التسعة منزلة العشرات ما بتحمل إلا عدد واحد بتصير صفر وبتعطي الواحد لمين بتحط باليد بالمنزلة الثانية هي منزلة الميئات بتصير ثمانية والأولوف بتنزل زي ما هي طيب اليوم رح ناخد برضو منزل بدي أقرب الأعداد لأقرب نوعي مئة نفس فكرة العشرات بما إنه أنا حكيت لأقرب مئة بروح على أي منزل بحط خط على منزلة الميئات إذن 2392 إذن بحط على منزلة الميئات إذن حطت على منزلة الميئات خط بتطلع على يمين العدد على المنزل اللي قدامها على منزلة العشرات بس فيه إشي بدنا إياك تستوعبه إنه هدول التنتين الأحاد والعشرات بتفقوا إنهم التنين يموتوا إنهم ويا بيعطوني العشرات بتعطيني وبتموت والتنين إيش بلازم أصفرهم هدول العددين لازم يتصفروا إذن العدد اللي قبل الميئات شو لازم أعمل فيه؟ هاي المنزلة الأحاد بتصير صفر والعشرات بتصير صفر بتطلع عليها بتعطي ولا ما بتعطي من الأعداد البخيلة ولا الكريمة بتعطيني واحد لأنه من الأعداد الكريمة التسعة من الأعداد الكريمة تلاتة زائد واحد أربعة والتنين بتنزل زي ما هي إذن 2392 أقرب إليها 2400 نرجع ندقق إذن عندي 3702 أول خطوة بحدد منزلة الميئات بتطلع على الصفر هدول المنزل التنين بدون بيصيروا صفر تمام؟ بس بتطلع على العدد اللي قبليها منزلة العشر تبحدد إذا بيعطيني أو ما يعطيني الصفر إيش من الأعداد إيش اللي ما بتعطيني إذن بتنزل زي ما هي والسبعة والثلاث بينزلوا زي ما هي أنا ما إلي دخل بمنزلة الألوف 3789 إذن بتطلع على العدد إذن منزلة الميئات حددت منزلة الميئات هدولة التنين بديصير الصفر بس بتطلع على العدد اللي قدامها التمانية من الأعداد البخيل ولا الكريمة من الأعداد الكريمة قبل ما تموت التسعة والثمانية هاي الأحد ماء اللي دخل فيها بتنزل صفر هي بتتفئ هي صحgens باي нам ينزلوا مع بعض الصفر يموتوا التنتين بس قبل ما يموتوا بدنا نشوف العدد اللي العشرات بيعطي ولا ما بيعطي إذن التمانية بتعطيها واحد من السبعة السبعة زائد واحد تمانية والثلاث ماء اللي دخل فيها بتنزل زي ما هي الأحداد اللي ورا منزلت الميئات منزلت الألوف ما بلعب فيهم أنا إيه لي دخل بمنزلت الأحد والعشرات بتطلع أول إش بحدد منزلت الميئات بعدين بشوف العدد اللي قدام منزلت الميئات هي العشرات أحداد كريمة ولا بخيلة وبعدين بعد ما أشوف إذا أعداد بخيل التينتين بموتوا الأحد والعشرات وبشوف إذا أعططني أعططني واحد إذا ما أعططني بخيل بنزل العدد زي ما هو وإذا أعطاني بزيده واحد وبنزل منزلة الألوف زي ما هي طيب أربعة آلاف تسعمية وتسعة وتسعين ركزوا معي إذن أول إشي بتحدد منزلة الميئة تحددت بتطلع على العدد اللي قدامه العشرات عشرة من الأعداد الكريمة ولا البخيل التسعة من الأعداد الكريمة إذن الأحد دولة ننتم بتفقوا يصيروا صفار وبتغطيها واحد وبتموت نعم بتسعة زائد واحد عشرة طب التسعة ما بتقدر تحمل الواحد بتقدرش تحمل عشرة كاملة هي بتحمل منزلة واحدة بتحكي لأ أنا بحط الصفر عندي وبعطي الواحد للأربعة أربعة زائد واحد بتصير خمسة طيب تلتمية واثنين وخمسين إذن بحدد منزل تلعها الميئات أحد عشرة ميئات التلاطة بتطلع على العدد اللي قدامه عشان أحدد بخيل ولا كريم ما إلي دخل بالأحدد تنتم بتفقوا يموتوا بس بتأكد إنه الخمسة من الأعداد الكريمة ولا البخيلة إذن من الأعداد الكريمة تعطيني واحد قبل ما تموت زائد واحد ثلاثة زائد واحد بتصير أربعة ثلاثة وخمسمية وسبعة وستين إذن بحدد منزلة الميئات هي الخمسة بتطلع على العدد اللي قدامه الست بتعطي بتعطيني واحد والتنتين هدول بيموتوا صفر صفر والخمسة زائد واحد ستة والثلات بتنزل ما بلعب فيها سبعة وتسعين بدي أقربها لأقرب ميئة وأنا ما عنديش غير منزلتين بحط منزلة صفر عشان تصير ميئات بحدد الصفر بتطلع علي العدد اللي قدامها الميئات اللي عشرة التسعة بتعطي وتعطيني ولا ما بتعطي إذن الأعداد الكريمة هدول بصير صفر وبتعطيها واحد واحد زائد صفر واحد إذن بتصير مية أرجع أين السبعة وتسعين السبعة وتسعين شو ما لها السبعة وتسعين انتها منزلتين عشان يصيروا الأقرب بحط صفر عشان يصيروا ثلاث منازل إذن الصفر هي منزلت الميئات ملهاش قيمة بتطلع على العدد اللي قدامها التسعة اللي بالعشرات بتعطيني ولا ما بتعطيني من الأعداد الكريمة بتعطيها واحد ودولة تنتين بنزل الصفر وصفر زائد واحد بيعطيني واحد وهيك يعطيكم العافية يا ثالث